دعونا الآن مشاهدين الكرام نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي ونعرّق على أهم ما جاء فيها أو ما كتب فيها والبداية مع الكاتب عبد المؤمن ميسري من موقع صحيفة المشهد اليمني بعنوان عبدالله باكدادة الرحيل المرجع حيث صلّط الكاتب الضوء في مقالته على حياة الراحل وما قدمه للوطن والشاشة الفضية من أعمال كثيرة وذات قيمة أدبية وشعرية فريدة يبتدئ الكاتب مقالته بالحديث عن مكانته وتفرده دائما والقيمة الفنية التي يقدمها من بين مقدم البرامج الثقافية والذين حظيت بهم الشاشة الفضية اليمنية يكاد يكون الراحل عبدالله علي باكدادة هو الوجه الأكثر حضورا لما كان عليه رحمه الله من خلفية ثقافية واسعة ولغة رصينة ووعي عميق بقضايا المشهد الثقافي خاصة والإبداعي بشكل عام كما أن اشتغاله بالإبداع الأدبي شاعرا قد وضعه في تفاصيل المشهد الأدبي والثقافي وجعل اسمه قرينا للثقافة والأدب إبداعا ونقدا تعريفا وعلى مدى يزيد عن عقدين من الزمن كانت برامجه الثقافية التي تبث من تلفزيون عدن محط اهتمام بالغ للأدباء والمثقفين الذين وجدوا في ملفاته المقدمة صدا لما يعتمل في واقعهم من قضايا ونفذة حنونة تتعاهد المواهب الشابة تشجيعا وتعريفا وتأخذ بأيديهم خطوة خطوة إلى مناهل الإبداع وموارد التميز وقبل أن تجد موهبة إبداعية من مواهب الشباب في عدن وغيرها من المناطق اليمنية ليس لباكدادا دور في بلورتها وتقديمها وتشجيعها ولد باكدادا في مدينة القرين في مديرية دوعا في محافظة حضربوت عام 1957 وانتقل في صباه إلى مدينة عدن حيث درس فيها مراحل التعليم النظامي ثم التحق باكدادا بكلية الاغتصال جامعة عدن وتخرج فيها عام 1985 ثم عمل في عدد من الوظائف الإدارية في المجال الإعلامي والثقافي كان آخرها مديرا عاما لمكتب الثقافة في محافظة عدن ثم نائبا لوزير الإعلام والثقافة وفي قاهرة المعز ألقى عصد ترحال هذا اليوم إثرى مرض ألم به رحمه الله صدرت له مجموعتان شعريتان هما هذا دمي في العام 1992 وبالصهاريج تقف الأطلال في العام 1999 وجمع نصوصه التي كتبها بالعامية الحضرمية وغناها عدد من مطربي اليمن والخليج في إصدار شعري سماه حضرميات من شعره وكأنه يصور ما آل إليه اليمن اليوم هل عث في أرض الزحام؟ هل لست الأقدام زهر مدائني؟ وجذور أيامي تصاغ على الورقة أرقا ودا وملامحي مرسومة في الزيف في وجه الظلام وأنا الذي خط الملاحمة بالضياء هل صادر الصوت المرير عواطفي؟ جاءت جيوش الليل تفتح خاطري وتجوب أفكاري بمقصلة إذا مزجت معي نسج الردى من أطلعي وجماجم القتلى بهذه الأرض تمضغ مضجعي اشتركوا في القناة